ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال نتحدث عن أبي الأنبياء الذي كان أمة إبراهيم عليه السلام قال الله جل وعلا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قالوا سلاماً يعني نسلم سلاماً قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيث وفي آية أخرى بوصفة العجل بأنه سمين جاء ثلاثة رسل جبريل وميكائل وإسرافيل تصوروا في صورة شباب وأقبلوا إلى بيت إبراهيم وكان إبراهيم عليه السلام مضيافاً فيسمى بأبي الأضياف أبو الأضياف وتعودت زوجته أن يأتيه ضيوف دائماً فلما دخلوا عليه هؤلاء الرجال الثلاثة وكانوا في حسن صورة وفي هيئة جميلة وقعدوا راغ إلى أهله يعني ما قال أنا أحط لكم الطعام وسأجهزه لكم راغ بخفية وهذا فعل الكرماء الكريم إذا دخل عليه الضيف ما يبدأ يقول ها تريد قهوة أم لا تريد هل تريد الشاي أم لا هل تريد طعاما أم لا تريد هل أنت جائع أم لا هل تريد ماء أم لا لا يسأل ضيفه وإنما يأتي بما يتيسر من الضيافة والضيف إن شاء أكل وإن شاء ترك لكنه يأتي إليه به يقدمه له كما قال الله تعالى عن إبراهيم فراغ إلى أهله يعني ذهب سريعا خفية إلى أهله بالرغم من كبر سنه فهم لما جاءوه كان عمره قد تجاوز المئة سنة فهو شيخ كبير مع أن مئة سنة بالمناسبة في أعمارهم لا يعتبر في مقياسها كما هي في أعمارنا نحن اليوم أعمار أمتنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين الستين والسبعين هم كانت أعمارهم الأمم السابقة أكثر من ذلك يعني كان نوح عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما هذه فترة الدعوة فقط إذن كم لبث قبلها وكم لبث بعدها من سنين نوح لوط إبراهيم إلى غيرهم من الأنبياء كانت أعمارهم أطول من أعمارنا فلما نقول مئة سنة يعني أنه كبير في السن وزوجته أيضا كبيرة لكن لا تقس ذلك بحجم أو بمقياس ما يعيشه الناس اليوم في عصرنا اليوم لما يعتبر مئة سنة من المعمرين ربما كان في عصرنا من مئة سنة يعتبر يعني عمرا عاديا بالنسبة لما هو منتشر عندهم المقصود أنه كان شيخا كبيرا ولذلك حتى زوجته وهي أصغر منه لما بشرت بالغلام قالت ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب فسمته أنه شيخ كبير الشاهد أن إبراهيم عليه السلام راغ إلى أهله وجاء إلى هولا الأضياف بهذا الطعام وقال ألا تأكلون لما رأى أيديهم فلما رأى أيديهم لا تصلوا إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة يحني أنتم الآن ضيوف ودخلتم بيته وضعتوا الطعام والأصل أن الضيف في مثل عصرهم يأتي من مكان بعيد ويكون جائعا غالبا كيف لا تأكلون فبين الله تعالى بعد ذلك ما أخبروه به نقف عند قوله تعالى ولما جاءت رسلنا الملائكة وقد تصوروا بصورة بشر جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى جاءوه ببشريين البشرى الأولى أنك سترزق بذرية وكم من إنسان عاش لم يرزق بذرية في شبابه لكنه رزق لما كبر وهذا إبراهيم وذاك زكريا عليه الصلاة والسلام وفي عصرنا اليوم من يمنع من الذرية فإذا وصل عمره في الخامسة والستين مثلا أو في السبعين سبحان الله رزق والله تعالى يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما ويقول جل وعلا كل يوم هو في شأن فقد يشاء الله جل وعلا اليوم أن يكون هذا عقيما وفي اليوم الثاني يشاء الله جل وعلا أن يكون يولد له كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى فجاء جاءوه بالبشرى البشرى الأولى هي أنه سيرزق بأولاد والبشرى الثانية أن قوم لوط وهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام أن قوم لوط الذين كفروا وضلوا وفجروا وقطعوا الطريقة وأتوا في ناديهم المنكرة وأتوا بالفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين أنهم سيهلكون ولا شك أن إهلاك الظالمين بعدما يبلغون بالدعوة ويبذل معهم جميع الأساليب لأجل دعوتهم كما فعل نوح عليه السلام مع قومه أنذرهم وحذرهم قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا تيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا إلى آخر الآيات التي تبين كيف كان حرصه على بذل جميع الأساليب والطرق وطرق جميع الأبواب لدعوتهم وهم يأبون عليه وفي الأخير دعا الله تعالى عليهم يا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديئر إنك إن تذرهم يضل عبادك عندها وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس في مكان يعمل واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنعوا الفلك حتى أهلك الله تعالى قومه بالطفان فجاءت الملائكة إبراهيم بهاتين البشرين البشرى الأولى فبشرناه بغلام حليم وفي آية أخرى بغلام عليم وفي قال الله تعالى فلما سمعت زوجته سوجة إبراهيم وابرأته قائمة فضحكت لما قيل إنا أرسلنا إلى قوم لوط قال فما خاطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين الذين هم قوم لوط وامرأته كانت قائمة عند الباب تستمع أمرأة ليس عندها أولاد وليس عندها يعني ضيوف في الداخل من نساء فكانت تقف عند الباب تستمع أحاديث الضيوف مع زوجها تأنس بذلك فلما أخبروه أنهم ملائكة وأنهم جاءوا للقضاء والعقاب والعذاب على قوم لوط عليه السلام وامرأته قائمة فضحكت فرحت بأن لوط سيرتاح من أولئك الفجار فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب كان إبراهيم قد ولدت له هاجر إسماعيل وذهبت هاجر إلى مكة وضع إبراهيم في مكة وبقيت سارة معه ليس عندها أولاد فبشروها بإسحاق لما رأوها ضحكت واستبشرت قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا تعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل بيت ماذا فعل إبراهيم عليه السلام لما بشر بما يحصل لقوم لوط و لما بشر أيضا بالولد وما هي البشارة التي جاءت و كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل البشارة نتحدث عن هذا إن شاء الله في حلقة القادمة و السلام عليكم و رحمة الله و براتاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة